الأصل أن المسلم لا يطلب الرقية من غيره لأنه لو طلب الرقية من غيره هذا في نقص للتوكل ويخرج من السبعين ألف الذين يدخلوا عن الجنة بغير جزاء ولا حساء أبحث عن الجنة بغيره بأن تضلع الوضع الحسن لديه خطاق والوضع السبعين عليك إعجاب جزاء شفاهين لأن في الغالب أن الإنسان عندما يطلب الرقم من غيره يفتقر إليه كأنه عنده نوع افتقاض إليه نعم يعني في حاجة يحتاج للمخلوق والأصل أنه لا يفتقر إلا لله سبحانه وتعالى نعم ببرا تذبط لبينا منه قطة سن كا صدارك صد بناء نطيه مانتقاض بنبئت للمخلوق نفسك في الله سبحانه وتعالى ماذا نصنع؟ تقرأ أنت على نفسك تقرأ الفاتحة الفاتحة رقية يوصف فاتحة ببرا فاتحة كي تقصد صد والفاتحة يحفظها كل مسلم هاي الفاتحة لإسلام جهة صوت الله في نهاية